أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نبدأها بالعنوين يمن منوتر المكتبات في صنعات تتحول لبيع الأسلحة بدلا عن الكتب قياد حوثي يقتل امرأة منعته من هدمي منزلها بصعدة وفي الأخبار المنوعة الشرطة الألمانية تتدخل لإعادة حمار هارب إلى صاحبه في قلب العاصمة اليمنية صنع وتحت سلطة الحوثيين تحولت عشرات المكتبات الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية والكتب إلى محلات لبيع جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدخائر الحية وإفقا لتقرير نشره موقع يمن مونيتور بعنوان تجارة السلاح تنهي عصر المكتبات والأكشاك في صنعات وزادت ظاهرة انتشار السلاح في الآونة الأخيرة لسيما في مناطق سيطرة الحوثيين وتوسعت لتشمل أسواق إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد تقارير دولية بامتلاك اليمنين قرابة ستين مليون قطعة سلاح لكن الغريب في هذا التقرير هو رصد اختفاء نقاط بيع الصحف المطبوعة في جميع مديريات أمانة العاصمة اليمنية صنعا بالتزامن مع انتشار واسع لتجارة السلاح وفي أماكن كانت قد خصصات لبيع الأدوات المدرسية والقرطسية ففي مديريات التحرير أحد مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية شهدت إغلاق نحو عشر نقاط بيع للصحف المطبوعة وتحول العاملون فيها إلى تجارة السلاح يقول مالك إحدى المكتبات إنه لم يعد للكتب مهتمون أو باحثون عنها وإن وجد فإنه في حكم نادر وأضاف أصبحت الإجارات مرتفعة وبيع الكتب لا تغطي أي تكاليف وبدأنا ببيع الرصاص ومستلزمات الأسلحة يعد ذلك لكثرة المقاتلين في إشارة منه إلى مقاتلي الميليشيا وأضاف مالك المكتبة إنه يحقق أرباحا كبيرة من تجارة بيع السلاح فعند بيع قطعة واحدة من الأسلحة الخفيفة فإن نسبة أرباحه تصل إلى خمسين ألف ريال الجميع يفاوض الجميع ضد اليمن تحت هذا العنوان كتب عبدالهب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا تهامة تعاني الأمرين وتعز تحت الحصار المزدوج لعدوان الداخل والخارج بينما الحكومة الشرعية تقف موقف المتفرج اللبيب وكأن الأمر لا يعنيها ثلاث جولات من المفاوضات خلال سنوات الحرب نتائجها تزيد الشرعية وهنا على وهن وتجذر الحوثي على خلفية تخاذل التحالف وكأن لسان حال التحالف اقبلوا بالحوثي اليوم يجني الشعب اليمني الفشر العسكرية والسياسية لقياداته وأحزابه المرتهنة إلى جانب الأحزاب المرتهنة كحزب الإصلاح الذي وضع البيض كله في سلة السعودية فلا كسب بل حشام ولا عنب اليمن المؤتمر المتشرذم بين مؤتمر صنعاء ومؤتمر الشرعية ومؤتمر الإمارات غدا حصان طروادة مثل ما فرض الحوثي نفسه كأمر واقع وأجبر العدوان السعودي على الاعتراف به فإن انقلاب الانتقالي المستنسخ قوي بغيره أي بالتحالف الذي يفترض أنه مع الشرعية فكيف يكون مع الشرعية وضدها في آن واحد بعد خمس سنوات من الدمار الوزير السعودي الجبير يصرح ستتم التسوية السياسية باشتراك الحوثيين والسؤال لماذا الحرب إذن؟ يأتي هذا التصريح على خلفية حم مفاوضات في المشهد اليمني والإقليمي فقطر تفاوض السعودية بمعزل عن الإمارات بعد أن فاوضت الإمارات مع إيران تتفاوض مع الحوثي بمعزل عن السعودية وهذه الأخيرة تتفاوض أيضا مع الحوثي بمعزل عن الإمارات وإيران تتفاوض مع الولايات المتحدة وقد تتفاوض مع السعودية الكل يتفاوض مع الكل ضد اليمن المشهد اليمني للأسف أصبح ذا رؤية ضوابية وأصعب من الكلمات المتقاطعة لأنه ينتهي بمصالح إقليمية متداخلة ومتقاطعة وجه مسدسه وقتل الضحية ثم ترك الدراجة النارية التي جاء بها وترك المسدس وغادر دون أن يعترض أحد طريقه هذا ما رواه موقع عدن الغد عن حادثة اغتيال شاب في عدن وعنون الموقع صدمة في عدن قاتل يجهز على الضحية ويترك أدوات الجريمة ويغادر بهدو وقال الموقع إن الواقع التي شهدها حي المنصورة بعدن مساء السبت أحدثت حالة من الصدمة في صفوف الأهالي وكانت المفاجأة أن القاتل ترجل وترك دراجته النارية وسلاحه المسدس في مسرح الجريمة وغادر المكان أشياء على الأقدام شهود عيان قالوا لصحيفة عدن الغد أن القاتل غادر المكان الذي لا تبعد عنه نقطة أمنية سوى أقل من 100 متر مواطنون قالوا إن الحادثة مثلت صدمة لهم ومؤشرا على حجم الفوضى الأمنية التي تعصف بالمدينة اعتدى قيادي حوثي بمحافظة إب على مالك محطة بترول بعد رفضه تقديم الوقود مجانا وفق موقع المصدر أونلاين الذي عنونا لعدم تزويده بالوقود مجانا قيادي حوثي يعتذي بالضرب على مالك محطة بترول في إب وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو إيد الأبيض اعتدى على سلطان العرومي أحد مالكي محطة بترول في سائلة جبلة جنوب مدينة إب وبحسب المصادر فقد تعرض مالك المحطة للضرب المبرح والتهديد بالقتل من قبل قيادي الأبيض وأضافت المصادر أن الاعتداء جاء بعد رفض صاحب المحطة العرومي تزويد القيادي الحوثي بالبترول لإحدى الدوريات التابعة له مجانا دروس الموجة الثانية من الثورات العربية تحت هذا العنوان كتب السوري راتب شعب مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا إذا كانت الموجة الثانية من الثورات العربية قد فهمت درس الموجة الأولى وابتعدت عن المحرك الديني والمذهبي فإن الموجة الثانية تقدم لنا درسين مهمين الأول أن المطالب الديمقراطية قادرة على تحريك الشارع وتوحيده وأنها تمتلك من الطاقة ما يكفي لإسقاط حكومات وفرض خيارات سياسية وأن في مقدور الديمقراطيين بالتالي الاستغناء عن الطاقة الإسلامية التي طالما توهموها حاملا لأمالهم التحررية والثاني أن الديمقراطية تبقى فارغة ما لم تترافق مع العمل الجاد والطويل النفس لبناء منظمات مجتمع مدني في مختلف المستويات ولا تكتفي بالمراقبة والضغط بل وتعمل أيضا على تحصيل المعرفة وتقديم مقترحات حلول واحتمالات عملية وملموسة تصب في خدمة القطاع الأوسع من الناس اختارت الموجة الثانية من الثورات العربية لنفسها ساحات لم تتمكن منها الموجة الأولى وتميزت بابتعادها عن الطاقة الدينية أو الطائفية كانت الموجة الأولى قد استنفدت إلى درجة كبيرة رصيد الحركة الإسلامية في مصر ظهر الإخوان المسلمون حزبيين وهزيلين في الحكم إلى حد دفع ملايين المصريين إلى الشارع وساعد في حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013 وفي سوريا استفاد الإسلاميون من غياب فعل مستقل للقوى الديمقراطية وحشروا الثورة في إطار من التصورات الطائفية والقيم البائدة ومارسوا حيث سيطروا سلطة دموية لا محل فيها لقيم الثورة التي اغتنموها في إحدى مديريات صعدة ذهبت مجامع تابعة لمليشي الحوثي لهدم منزل لكن صاحبته حاولت منعهم فماذا حدث لها؟ وفقا لصحيفة الشرق الأوسط قياد حوثي يقتل امرأة منعته من هدم منزلها في صفراء صعدة وقالت الصحيفة إن قياديا في صفوف مليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أقدم على قتل امرأة أثناء محاولتها منعهم هدم منزلها في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة وأكدت مصادر محلية إن عناصر حوثي بقيادة لطف العواوي قدمت إلى منطقة زور وادعه في مديرية الصفراء وبدأوا بهدم منزل المواطنة باستخدام جرافة وعندما حاولت المواطنة منعهم من هدم المنزل أطلق عناصر المليشي الرصاص عليها ما أدى إلى استشهادها على الفور أوضحت المصادر نفسها أن الميليشي الحوثية تنفذ حملة بسط على أراضي ومنازل المواطنين في المديرية وتستخدم الجرافات لهدم منازل الأهالي السعودية ومعضلة عدن تحت هذا العنوان كتب صالح الجبواني ما قاله الذي تنشر بالقيس جزءا منه كثيرون يعتقدون أنه بمجرد ما تم توقيع اتفاق الرياض مع الشرعية أصبح ما يسمى بالمجلس الانتقالي شرعيا وهذا مفهوم خاطئ فالشرعية وقعت لحل مشكلة التمرد غير الشرعي على الدولة وقد وقعت اتفاق استوكولم مع الحوثي وهذا التوقيع لم يجعله شرعيا الاعتراف بمشكلة ما ومعالجتها لا يعني أنها أصبحت شرعية لذلك فما يسمى بالانتقالي وإن اعترف به البعض إلا أنه لم يصبح شرعيا بعد وهذه التوطئة مهمة لما سنأتي عليه فيما يلي ما يسمى بالانتقالي تنظيم ميليشيوي مسلح فرضته الإمارات بقوتها المسلحة في عدن ونتيجة لظروف سياسية معينة اضطرت شرعية للتعامل مع طلب الأشقاء السعوديين بالتفاوض معهم حول هذه الميليشياء وأنتجت هذه العملية التي بدأت في جدة وانتهت في الرياض اتفاق الرياض وهو هندسة إماراتية مقابل خروجها من عدن وإحلال الجيش السعودي مكانها في المدينة وهذا الاتفاق في مجمله كأنه جاء هدية لهذه الميليشياء المسمى بالانتقالي التي كان يفترض معاملتها على أقل تقدير كميليشي الحوثي بالرفض والذهاب لمجلس الأمن الدولي والحصول على قرارات دولية تجرمها باعتبارها ميليشياء متمردة مغتصبة للعاصمة عدن ومن ثم إفساح المجال للشرعية بتصفيتها عسكريا واستعادة عدن وكان هذا الأمر متيسرا ومضمونا في الحقيقة كانت الشرعية توجه التحالف وخصوصا الإمارات حتى توقيع الاتفاق وبعد وصول الجيش السعودي إلى عدن وبيده هذا الاتفاق صارت الشرعية تراقب ماذا سيفعل هذا الجيش الذي يفترض أنه حليف للشرعية ويقاتل منذ خمس سنوات لإعادتها من الرياض إلى صنعاء ووجوده في اليمن بناء على طلبها لكن مضى شهر على توقيع الاتفاق والسعوديون والميليشياء في عدن تدفع بقطعانها إلى أبيان وتمارس مهام الدولة وتتعامل مع قائد الميليشياء بمراسيم رئيس دولة وكأنها تتحدى المملكة وجيشها في عدن قتلت الكثير من الفتيات في أفغانستان على يد حركة طالبان بسبب ذهابهن إلى المدرسة لكن هذا لم يمنع أي أبا من مرافقة بناته يوميا إلى المدرسة وانتظارهن حتى يكملن يومهن الدراسي وفقا لموقع بوابة إفريقيا الأخبارية أفغاني يسافر 12 كيلو متر يوميا لنقل بناته إلى المدرسة وقال الموقع أن الأب ميا خان أحد سكان شارانا في أفغانستان نال احترام روادي وسائل التواصل الاجتماعي بروتينه اليومي والذي يتضمن السفر لمسافة 12 كيلو متر لنقل بناته إلى المدرسة كل يوم وفقا للجنة السويدية من أجل أفغانستان وهي منظمة غير حكومية تعمل في المنطقة يسافر الأب مسافة 12 كيلو متر على دراجة نارية يوميا لنقل بناته إلى المدرسة ثم ينتظرهن في الخارج لبضع ساعات حتى يخرج يحضر ميا خان بناته الثلاث كل يوم إلى مدرسة نورانية التي تديرها اللجنة السويدية من أجل أفغانستان ويؤكد أن تعليم بناته أمر مهم بالنسبة له لأنه لا توجد طبيبات في منطقتهن ويريدهن أن يكون كذلك يقول ميا خان أنا أمي وأعيش بأجر يومي لكن تعليم بناتي له قيمة كبيرة بالنسبة لي تقول روزي إحدى بنات السيد خان الثلاث إنها سعيدة لأنها قادرة على الدراسة يحضرنا والدي كل يوم إلى المدرسة وعندما ننهي الدروس نعود معا إلى المنزل الاحتجاج وبوادر ثورة ثقافية عربية تحت هذا العنوان كتب أنور الجمعاوي مقاله المنشوف في صحيفة العرب الجديد مضيفا أعني بالثورة الثقافية تشكيل وعي جمعي عربي جديد يقطع مع منظمة مفاهيم تقليدية ومناهج كلاسيكية وممارسات قديمة ويؤسس لتصورات حديثة وأفكار مبتكرة ومناويل مستجدة في إدارة العمران والفعل في الشأن العام وتحمل الثورة الثقافية في طياتها كثافة في التفكير ورغبة جامحة في التغيير وهي ذات طاقة تأثيرية بالغة من جهة أنها لم تقف عند مخاطبة عقول الناس ووجدانهم بل تجاوز ذلك إلى التأثير في السلوك الجمعي وتوجيهه وجهات بنائية تعبيرية وجودية مخصصة والمتابع للموجة الثانية من الحراك الاحتجاج العربية تبينوا أنها ليست مجرد مظاهرات عفوية عابرة ولا هي حالة انفجار انفعالي حيني بل هي حالة وعي احتجاجي يحمل في طيه بوادر ثورة ثقافية عارمة ويمكن عمليا رصد ثلاثة ملامح بارزة لازمة الحراك الاحتجاجي ودلت على ظهور ثورة ثقافية في سياق عربي الحرص الشعبي على تسمية الحال الاحتجاجية ثورة صعود فكرة المواطنة لزوم السلمية المستدامة والتعلق بمصطلح الثورة دال على أن العربي لم يعد يقبل تدابير ترقيعية ولا بحلول جزئية أو مرحلية بل أصبح يطمح إلى تحقيق تغييرات جذرية في بنية الدولة ودستورها ونظامها السياسي ومنويلها التنموية والانخراط ضمن ثقافة الثورة مخبرا بأن طيفا مهما من العرب قطعوا عمليا مع عهود الصمت والخوف والوصاية ومع ثقافة الطاعة والولاء للزمرة الحاكمة وقرروا النزول إلى ميادين الاحتجاج ليمتلكوا قرارهم وليرسموا مصيرهم بأنفسهم وليثبتوا أنهم مواطنون لا رعاية في أكثر الأخبار المنوعة تراف ما نشره موقع ديد بليو الألماني حيث يعنون الموقع الشرطة الألمانية تتدخل لإعادة حمار هارب إلى صاحبه وقال الموقع معين الشرطة في بلدة بجنوب غرب ألمانيا بذلت مجهود كبير للإمساك بحمار شارد وأعادته إلى صاحبه وقالت إن الحمار أظهر صفاته المعروفة خلال مطاردتها له قبل أن يتعرف عليه طبيب بيطري وتتم إعادته إلى مالكه وقال الموقع إنه بعد أن أمسك رجال شرطة بالحيوان الهارب باستخدام شريط يستخدم لتطويق الأماكن الممنوع تخطيها ركض شرطي معه لمسافة نحو كيلومترين إلى مركز الشرطة وحسب موقع إذاعة جنوب غرب ألمانيا فإنه وحتى اللحظة لا تعرف أسباب هروب الحمار صحيفة الجارديان البريطانية تنشر عدداً من الصور المنوعة التي توثق أحداثاً من مختلف أنحاء العالم سنتابع ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ستسابق رسام الكريكاتير مع كتاب الرأي وأصحاب طرق التعبير الأخرى لطرح وجهات نظرهم بصورة أسرع وأكثر اختصاراً ولا بد أنهم يفوقون الجميع في اختزال الكثير من الأفكار مجموعة من رسوم الكريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكريكاتير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من كشك الصحافة كنوا برعايتنا